وعرف منك أخبار التامنية النهاردة واتطمني كمان على ملف جاهزية اللاعبين قبل مباراة سيراميكا احنا نتكلم على 48 ساعة وخصوصا ملف حراس المرمى محمد السلام خير زمان عزيزي أحمد تحياتي ليكم وبالطبع تحياتي النجمينة الكبير كابتن مار همام واحد من أفضل المدافعين في تاريخ مصر والنادي الأهلي وطبعا بنتشرف ان احنا موجودين معا النهاردة على هوا طبعا يمكن زي ما انتكلمت يا أحمد أبرز المنامح النهاردة في التدريب يعني ربنا يكون فؤون اللاعبين طبعا قبلنا التدريب النهاردة في أجواء صعبة جدا كن رياح شديدة جدا مساعدة ملو الأتربة زي ما انت شايف يمكن ده بين كتير جمان نجوة ملعب مختار التيتش هنا بالجزيرة يمكن الفريق الحمد لله على طول يحمد بعد الفوز بالأمس ومباراة مهمة جدا أمام طلع الجيش مبارح وتحقيق الفوز والوصول للنقطة 59 زي ما اتكلمنا الثلاث مباريات بداية من أمبي مرورا بتراع الجيش وان شاء الله بعد بكرة سلامتكم لبطرة مباراة في غيرت الأهمية خاصة في توقيتهم وكونوا محاسمين بشكل كبير جدا في بطولة الدوري تبعت بفرق كبير جدا عن كل منافسيك ومازال في جوابتك أربع مباريات أقل من كل الفرق اللي بتنفسك على بطولة الدوري العام يعني خلينا أبدأ لك بالسؤال اللي انت سألته وملف الجاهزين أو ملف اللاعبين والمصابين ولكن الاتنين خارج مباراة سلاميكا كلبطرة كنا علي لطف بإذن الله زي ما اتكلمنا مع دكتور رحمة أبو علي ان شاء الله فيما بعد مباراة سلاميكا كلبطرة يكون موجود مع الفريق محمد الشناوي لسه أمر رميحسن يمكن زي ما اتكلمنا يوم التلاتة أو الاربع هيتم حسن موقف الشناوي سواء كان معرف مباراة الوداد أم لا يمكن مصطفى شبير المبارح يمكن إصابة خفيفة طبعا في جفن العين ولكن النهاردة الحمد لله موجود في التدريب الجماعي بيقدر التمرين بشكل كامل حمزة عليها واخد جزء برضه من التمرين يشوفوا استجابته بعد الإصابة اللي اتعرض لها مؤخرا في الركب ولكن الحمد لله يعني ايان كان إصابته الحمد لله مطمئرهم ازاي ما كان بعض الناس بتتكلم ان غضروف والكلام ده كله لا الحمد لله ان شاء الله تبقى حاجة أخاف من كاب كتير يمكن طبعا موجود الحارسين مصطفى مخلوف طبعا حارس فريق مرمى النادي الأهلي موليد 2003 وحازم جمال كمان موليد 2005 موجودين في تدريب الحراس باقي اللاعبين اتضربوا بشكل أكثر من رائع يمكن بس المجموعة اللي شاركت امبارح طوال التسعين دي يمكن بس حضرة المحاضرة الفنية والمحاضرة اللي في الملعب وبعد كده دخلوا الجم عشان يعملوا برنامجهم الاستشفائي طبعا عشان لعبوا مباراة بشكل كامل امبارح باقي اللاعبين سواء اللي مشاركوش خالص يحمد او كمان البودلاء اللي نزده خلال المباراة موجودين قدوا مران قوي جدا من الجانب البدني وبعد كده كمان مستمرين في تدريبات الكرة حالة نورة بكلمك دلوقتي يمكن التدريب مازال مستمر ويعني دلوقتي خلاص الجهاز الفني هيعمل تأسيمة لللاعبين برضو يعمل بعض الجمل او الحاجات النوية ان شاء الله يختم بيها السعداداته لمباراة سلاميكا طبعا بكرة الفريق يختتم السعداده بشكل نهائي التدريب ان شاء الله هيكون التجمع 6 التدريب 7 هيقدر الفريق تأمرينه الاخير والاساسي اللي ماتش سلاميكا من بعدها ان شاء الله يخش في معسكة المغلق في احد الفنادق قريبة جدا من السادق القاهرة وبإذن الله يكون دعوات كل جميع النادي الاهلي نوصل بقى خلاص نسيب الخمسينات ونوصل لنقطة 62 احمد ونقرب خطوة من خطوات متبقية قليلة جدا على بطولة الدور العام وبإذن الله نبقى دائما نادي الاهلي في المقدمة ويثبت نفسه على صدارة الدوري ليه بعد كده التفارج بشكل كام لنهاية طبعا البطولة الافريقية والاقتراب خطوة جبيرة جدا من الاميرة الافريقية رقم 11 بإذن الله ودائما يا رب يكون النادي الاهلي موفق ودائما يا رب يكون رقم واحد ودائما يا رب على الصدارة كلمة لك يا حمد تفضل خليني اسألك على بعض الاسماء كده خليني ابتدي ببرونو سافيو يمكن كان ميستر مارسل كولر رد على إشاعة أنه برونو سافيو مش في الحسابات أنت بتتبع التمرين يا توفيق وتقدر تشوف حالة اللعب إيه وراجل قال أنه يعني برونو سافيو تعرض لإصابتين منعوه أو حرموه منه هو يستعيد الفورمة ويستعيد مستوى لك أنه بالتأكيد في حساباتي وأول ما ياخد الفرصة يتمنى أنه يستغلها شايف حالة برونو سافيو إيه في التمرينة المعدلات البدنية بيشارك بشكل فعال بيشارك من غير نفس يعني أديني كده فكرة عن برونو سافيو يعني اسمي برضو من الأسماء اللي شغل الجماهين النادي الأهلي بالطبع يا أحمد يمكن برونو سافيو بالتحديد وهكلمك عن كل اللعبين بشكل عام يمكن برونو سافيو فعلا كان كل ما ييجي أقرب من تشكيلة أسية كان يحصل له مشكلة أو إصابة طبعا أنت عارف أن فيه مجموعة الحمد لله يعني كويسة وموفقة جدا سواء في الجناح اليمين أو الشمال فطبعا كابتن مهر همام طبعا كابتننا وأستاذنا كلنا يتكلمك أكتر كمان في الجزئة دي أنت عندك لعيبة بتأدي وبشكل أقصر من رائع موفقين كمان عالجون يعني بتتكلم حسين الشحات وبرستاو من هدفين الفرقة فصعب جدا أن كل لعيب يتصاب أو بيبعد ويقرب من التشكيل الأساسي أنك تدفع به خاصة في ظل توفيق اللعبين الموجودين في نفس مكانه يمكن مش بس برونسافي بقى كل لعيب النادي الأهلي اللي حتى ما بشاركوش ياحمد اللعب كلها بتتمرن بشكل أكثر من روع مية في المية لكن طبعا أنت عندك الحمد لله حيرة إيجابية أنك عندك يعني اللعب الكويسة أو عندك الأفضل منه فطبعا في ظل كوكبة من هذه النجوم الجازل يعني بيختار طبعا الأفضل مش بس اللعب الكويس لا الأفضل اللي أحسن من جميع قرانائه في نفس مركزه فيمكن ده اللي بيخلي مجموعة من اللعبين موجودة طبعا طول ما هي موفقة دايما المدرب ما بيغيرش في التشكيل طول ما المجموعة المعام موفقة لكن سواء برونسافي أو كل اللعبين اللي في قامة الفريق النادي الأهلي لا طبعا بيتمرنه بشكل أكثر من راعب بيقده مية في المية في التدريب مفيش حد طبعا النادي الأهلي كابتن مهل أحمام كمان يقولك مفيش حد بيسمعه بالبلد كده بيقيله وبوزه في النادي الأهلي لا انت لعيب بتقدي اللي عليك بنتمرن بكامل ضبطة واختيار طبعا الجهاز الفني القصة هنا متعلقة بمستوى هل شايفوا انه وصل لفورمة شبه اللي ابتدى بيها المسلم مع النادي الأهلي واللي كانت عجبة الجمهور وعجبة الإعلام والناس كلها كابت بتقولك برونسافي وواحد من الأسماء اللي تراهن عليها ولا لسه شوية في يعني في حالة أو مرحلة التعافي لغاية لما يوصل للفورمة دي انا متأكد طبعا ان الراجل بيتمرن احنا بنشوف تمرينة كل يوم وسواء الأهلي بيفكر انه يبقى موجود معاه او انه يرحل لازم هيشارك ولازم هيلع لا بأؤكد لك انه هو مستوى اكثر مرة عشان كده يمكن الجهاز الفني بدأ يدي له الماطش اللي فات يمكن هو قزم ماطش قبل كده كان الجهاز الفني بيستحبوا القامة العشرين لعب اللي بيكون موجودين في قبل المباراة ولكن طبعا حسب سر المباراة ان الفريح تاجه للدفع بيه اولا من عدم وده اللي بيحدد مشاركته اولا لكن ان برح الحمد لله شوفنا يمكن لعب تقريبا بنتكلم في تمن ده من ده 85 اضافة ان الوقت الضايع كان مستوى اكثر من رائع اعتقد ان ايه لعيب يعني مفيش جهاز فن هيكون اللي عنده لعيب جاهز لعيب مستوى عالي جدا ومش هيكون بيستعيم لكن زي ما قلتلك يمكن اللي بيصعب الامور مش بس على برون سبيو على كل الاجنحة ان الحمد لله حسين الشحاد برسي احمد عبدالقادر كمان طهر محمد طهر مستوى هم سابت عام التوفيق فاعتقد ان الجهاز الفني ببقى صعب جدا يا احمد يخير في التشكيل الاسية ممكن ده بس السبب في بعد بعض اللاعبين فطبعا بيحتاج ان هو يبزل اقصى مجهود ليه عشان الجهاز الفني يقرر انه قعد حد من الاسية ولعيبه طبعا كمان بقى على ذكر الاجنح يمكن كريم فؤاد اللي ختم بشكل اقصى من رائع عبل الاصابة الحمد لله اطمننا عليه النهاردة برضو موجود بيقدي برنامجه للإستشفاء والعلاج بشكل اقصى من رائع كان بيجري برضو حول الملعب النهاردة ويا رب ان شاء الله يعني على بدات الموسم يجري يكون هو اكرم توفيق مع كل زملائهم في حالة بدنية وفني اقصى من رائع وان شاء الله يبقى النادي الاهلي متكامل متجانس ودائما يا رب كل اللي عابته في مستوى اقصى من رائع ودائما يا رب في المقدمة بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز محمد توفيق من داخل مقر النادي الاهلي خذلك ساتر بقى عشان العصفة دي مشكرك يا محمد شكرا جزيلا شكرا لك